أعلن غبطة البطريارك ثيوفيلوس الثالث بطريارك القدس وسائر أعمال الأردني وفلسطين نجاح بطرياركية الروم الأرثوذوكس المقدسية بإفشال مخطط استيطاني للسيطرة على فندق البترة في باب الخليل في المدينة المقدسة وقال غبطته إنه وفقاً لخطة الدفاع التي تنتهجها البطرياركية عن عقارات باب الخليل فقد اتبعت مسارين لحماية عقاراتها أولهما الاستمرار بخوض المعركة القانونية أما المسار الثاني فهو مساعدة المستأجرين العرب في الحفاظ على صمودهم في العقارات التابعة للبطرياركية بشتى الوسائل لأن الحفاظ عليهم في حال لم تنجح البطرياركية بخط الدفاع الأول بالمحاكم يبقى التصرف بالأملاك والتواجد فيها للمستأجرين الحاليين وأكد في ختام بيانه أن البطرياركية على أتم الاستعداد لفعل كل ما يلزم من أجل إنقاذ عقارات باب الخليل والدفاع عنها وعن العقارات المسيحية عامة